السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على أحلى سادة مشاهدين مشاهدي برنامج آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 من الميلاد الموافق خلاص زي ما تعودنا يوم 6 من شهر الربيع الأول لعام 1446 من الهجرة النبوية المشرفة وطالما سمعنا كلمة ربيع الأول يبقى احنا في شهر مولد المصطفى الهادي صلواته ربي وسلامه عليه النهاردة 6 ربيع الأول يعني باقي 6 ايام بالتمام والكمال على مولد المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم أو باللغة العامية زي ما احنا تربينا عليها كده مولد النبي اللي حيوافق يوم 12 من شهر الربيع الأول الشهر الجاري اللي هو حيوافق يوم الأحد القادم وبالمناسبة الحكومة قررت أن يكون يوم الأحد القادم مولد النبي أجازة رسمية في البلاد حتى ندعي الفرصة للمصريين للاحتفال بخير الأنام النبي الهادي الأمين الذي أزال الغمة وكشف الغمة ووضع الأمة على المحجة الواضحة البيضاء هو شفيعنا يوم العرض على رب العالمين صلوا عليه كثيرا وسلموا تسليما طيب أنت عارفين أن برنامجنا هنا برنامج مختلف ليه مختلف لأنه مش بيجري وراء الأحداث الحمد لله والشكر لله ندعم وندعي ونحسب أن احنا بنشارك في صنع الأحداث وده فرق كبير فرق كبير ما بين إعلام بيغطي الأحداث أو بينقل الأحداث أو بيتابع الأحداث وبيجري وراها وده مهم ودور أساسي من أدوار الإعلام بس الأدوار الأهم واللي بيخلو للإعلام في مرتبة أعلى هو أن أنت تكون مؤثر وصانع للحدث صانع للملفات صانع للمواضيع الجدلية اللي تفتح باب التفكير وتضع حلول لمشاكل كتير موجودة في حياتنا بدون مقدمات النهاردة تاريخ مهم غفل عنه الكثيرون النهاردة عيد تخيلوا النهاردة عيد ومع ذلك كتير معيدوش وكتير حتى ما يعرفوش النهاردة عيد النهاردة عيد الفلاح فين حد يقول لي تامر أنت بتهزر هو لسه في حاجة اسمه عيد الفلاح وإحنا لسه بنحتفل بعيد الفلاح وإذا كذا هقول لكم أنا مش قضيتي إذا كنا لسه بنحتفل به ولا لأ وإذا كان لسه الناس بتهتم به ولا لأ أنا قضيتي إنه يجب أن يكون مش بس قصة العيد أنا واخد مناسبة عيد الفلاح عشان أفتح معاكم ملف الفلاح ملف الفلاحة في مصر اللي هو الزراعة في مصر اللي هو من وجهة نظر المتوضعة أساس مصر وحضارة مصر ورفعة مصر وتاريخ مصر ويجب أن يكون مستقبل مصر هذا الفلاح اللي ده تتلفف حرير اللي بيخضر الأرض واللي بيروي التربة واللي بيرعى محصوله واللي بيأكلنا وبيشربنا من خيره هذا الفلاح عيده النهاردة وعشان أقول عيده يبقى لازم يبقى فيه سبب للفرحة واخدوا بالكم النقطة في منتهى الأهمية وإحنا بنتكلم عن ملف الزراعة والفلاحة في مصر أجدادنا والناس المحترمة بتاعت الأجيال والزمان السابق لما قرروا يعملوا عيد كان ممكن يسموه عيد الزراعة كان ممكن يسموه عيد الفلاحة كان ممكن يسموه عيد الأرض أو يوم المحصول مظبوط بس الحكمة والعبقرية إنهم قال لك عيد الفلاح لأنهم عارفين ولازم إحنا كمان نبقى عارفين إن الفلاح هو الحلقة الأهم في هذه المنظومة لا زراعة بدون فلاح ولا حصاب بدون فلاح ولا تخدير للأرض بدون فلاح ولا محاصيل بدون فلاح إذن الفلاح هو الأساس وصحيح الدولة دلوقتي بتقطو خطوات مهمة في مسألة تطوير الزراعة والاهتمام بملف الزراعة والتوسع الأفقي والرأسي والمحاصيل وكل دا تمام لكن في رأيي أيضا إنه الطرف والحلقة الأضعف في المنظومة ما زالت هي الفلاح المزارع المصري اللي لسه ما خدش حقه بالكامل ليه؟ لأن فيه سطوة التجار عليه وسطوة أصحاب الأراضي الكبيرة عليه وصبح سطوة أصحاب المحطات اللي بيجمعوا المحاصيل وبياخدوها من الفلاح بأبخس الأتمان ويبيعوها هم بأغلى الأسعار ويكسبوا كل الأرباح في جيوبهم رغم أن الأساس الحلقة الإنتاجية هو الفلاح هو صاحب المحطة ولا التجر دا لو ما لقاش المحصول بتاع الفلاح هيعرف يبيعوها ولا يشتري ولا يكسب لكن بسبب القدرة المالية والسطوة وأشياء كده في المنظومة هي اللي بخليها الحلقة الإنتاجية الأهم اللي هو الفلاح هو أضعف الحلقات أنا آسف فبالتالي القصة دي لازم تنضبط لازم أساس الإنتاج الفلاح يبقى هو المتحكم في أمره هو المتحكم في سلعته هو الحلقة الأقوى في هذه المنظومة اللي أكتر واحد المفروض يكون بيكسب فيها مش نلاقي الفلاح مديون والفلاح على إقصاط والفلاح يلاقي في الآخر يقولك رمي المحصول أو فرلي من حصاده ومش عارف إيه وبيتاخد منه لو جبرت يبقى كويس لا لا مش صح دا الفلاح دا لو ما كانش أكتر واحد بيكسب في الحلقة الإنتاجية دي يبقى في حاجة غلط عشان كده أنا بنتهد هذه الفرصة وبحتفل معاكو أو بأوحي عيد الفلاح علشان أرجع حق الفلاح أعيد حق الفلاح إن هو يجب أن يكون في المرتبة الأولى في سقف اهتماماتنا كدولة وياخد حقه وتجبر معاه وترزق معاه وتربح معاه زرعته وحصاده وبعدين الباقي يكسب من وراه الباقي يكسب من وراه مش يكسب مكسبوه هو دا الكلام رحمه معاك بدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين سيد بيه مساء الورد مساء النور تحياتي لحضراتك تامر بيه واسمح لي أشكرك على المقدمة الهيلة اللي حضراتك بدأت بيها الحلقة رب داك وكل اللي حضراتك قلته أنا متفق تماما مع سيدك لأن الفلاح المصري على مدى طريقه وهو مسيرة عطاء يعني من آلاف السنين وهو يعطي لبلده هو اللي علم العالم كله زراعة حضراتنا القديمة قامها الفلاحين على ضفاف النيل مع بيتنا اللي موجودة في لوسر واسوان النقشات اللي عليها هي الزراعات المصرية اللي زرعوها قدماء المصريين نصبوط الفلاحين المصريين هم في مقدمة طلاع القوى الوطنية اللي طول عمرها بتدافع عن بلدها اللي طول عمرها بتدافع عن أرضها وعرضها وماءها وزرعتها حتى قديما الفلاحين في حدث الدنشواي وأيضا ثورة هرابي من 1881 وهم مفلصين لبلدهم في كل الأحداث التاريخية بيقفوا مع بلدهم النهاردة حتى حديثا الفلاح المصري حتى في أزمات كورونا وما حدث في يناير 2011 لم يترك أرضه لم يكن له مطالب فأوية لم يقف وقفة واحدة يطالب بمطالب فأوية إنما هم ناس مفلصين فصيل وطلاع القوى الوطنية هم فلاحين مصر كل التحية وكل التقدير ليهم أنا سعيد بالمقدمة اللي قلتها والتاريخ والنهاردة الإعلام المصري رجع يحتفل تاني بيوم الفلاح دي أقل حاجة نقدمها لأهلين الفلاحين وزي ما حضرتك قلت قطاع الزراع والفلاحة يعمل فيها مباشر وغير مباشر تقريبا خمسين في المية من عدد سكان مصر سواء كانوا فلاحين أو منتجين أو مصدرين يا رئيس مصر كلها أصلها يعود إلى الفلاح والفلاحين مصر كلها كانت فلاحين وكلنا أصولنا ترجع إلى الفلاح والفلاحين مين فينا مولود في البندر إلا من رحم ربي لكن كل الأصول بتاعتنا ترجع إلى الفلاحين اللي كانوا هم سبب حضارة مصر واقتصاد مصر وعظمة مصر صحيح صحيح وملتفق مع حضرتك تماما وجه الوقت اللي لازم الفلاح زي ما حضرتك بدأت الحلقة ياخد حقه بس خليني برضو أقول لحضرتك إن الاهتمام الدولة بالفلاح في السنوات الأكير لا بدأ يزيد قلت إن مستلزمات الانتاج زادت الأسمدة للتقاوي أصبحت فيه تكلفة كثيرة لا أنا مشكلتي يا دكتور سيد طبعا أنا عارف إن الأوضاع صعبة على الكل وزي ما أنت قلت مستلزمات الانتاج معا 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 كل ده تمام أنا مشكلتي الوحيدة بس فيه المنظومة بتاعة الزراعة إنه ما ينفعش الحلقة الأساسية في هذه المنظومة اللي هي الحلقة الانتاجية الأهم اللي من غيره ما يبقاش فيه سلعة ما يبقاش فيه محصول لهو الفلاح يبقى أقل الحلقات مكسبا وتأثيرا كل الناس بتكسب وبتضغط وهو الوحيد أنا آسف يعني الجهة الضعيفة اللي في القصة ما ينفعش ده متفق مع حضرتك تماما هو يمكن دلوقتي عندنا حسب زراعة تعاقدية أربع محاصيل الدولة بتاخدهم بسعر إلى حد ما مجزي بالنسبة للفلاح اللي هو عصب السكر وبنجر السكر بيعشان سلعة استراتيجية بالنسبة للدولة أنا نفسي يبقى كل السلعة كده كل المحاصيل كل المحاصيل سواء خضار أو كذا أو كذا كله عشان الفلاح عايز يقش حياة كريمة هو ومسرته وأولاده من غير ما تعمله ده مش ممكن هو يقش حياة كريمة احنا كلنا زي ما حضرتها قول ولاد فلاحين وتعلمنا في الفلاحين وبالتالي شفنا قد إيه معاناة أهلين مصبوط وهم بيعلمونا وإحنا عايشين في الريف وبالتالي لا ده حق واجب وخد بالك كمال دكتور سيد وإنت يعني أستاذ نف ده مصر كانت في أفضل حالتها وقت ما كان فلاحينها بخير وقت ما كان محاصيلها بخير وقت ما كان قطننا ودراطنا وأمحنا وكذا بنزرعه وإحنا اللي بنصدره للعالم صحيح شوف تامر بيت اسمحلي شعار الحكومة وخطتها في الثلاث سنوات اللي جاية شعارها معا نبني مستقبلا مستدام في طليعة المستقبل المستدام لابد أن يكون الفلاحين المصريين مصبوط لابد أن يكون الدعم كامل لهم إذا كنا نتكلم عن معا نبني مستقبلا مستدام يبقى أول فيها فيهم هي فلاحين مصري طيب أنا السؤالي هنا يا دكتور وإنت في قلب المطبخ زي ما بيقولوا كده باللغة الإعلامية أنا إزاي أغير الوضعية يعني أنا مشكلتي لما نزلت لسنة اللي فاتت ولفيت على مجموعة من إخواتنا الفلاحين وشفت القرى الزراعية وما إلى ذلك لقيت فيه سطوة للتجار وأصحاب المحطات اللي بيلموا المحاصيل وهم اللي بيفرضوا على الفلاح السعر اللي ياخدوا بيه إزاي يقلب المعادلة دي واخلي الفلاح اللي صاحب المحصول يجمع محصوله ويحطه قدامه كده ويقعد يحط رجل على رجل والتجار وكده هم اللي يبقوا بيترجوه في إن هو يزبط لهم السعر فبالتالي أضمن أكبر ربحية للفلاح أنا مع حضرتك في الطرح اللي طرحته ده بس آلية تنفيذه عشان تنفيذه أيوة لابد الدولة يكون عندها آليات إن هي تاخد هذا المحصول وهي مسؤولة عن تسويقه لازم الدولة هي اللي تاخده هو اللي تاخده وهي يبقى عندها آليات إن تاخده وتخزينه أو تسوقه ويكون عندها أماكن لتخزين السلع عشان الفترات اللي بيحصل فيها إذا ما هو مجففة أو طازجة من غير ما يقوب عندنا ده كل دول العالم يتمر يعني أنت أصدق هنا من الدولة أو الحكومة تتحول إلى وسيط ما بين الفلاح والتجار هي اللي تاخد المحصول من الفلاح وتجمعه في المحطات ثم بعد كده التجار يجيوا واخدوا من الحكومة فمش يعرفوا ساعتها يبتزوا الحكومة أو يضغطوا عليها أو الحكومة تنشئ شركات لهذه الجزئية الحكومة تنشئ شركات لهذه الجزئية عملية التجميع وعملية التخزين والتسويق لشركات حكومية إنشأها من خلال الحكومة تكون مسؤولية هذه الشركات هذه الجزئية عملية التجميع والتخزين والتسويق من خلال كده هيفضل الفلاح بصراحة يعاني في معظم محاصيل لا والفلاح لا يجب لا يجب أن يعاني في مصر فلاح اللي هو بطل مصر وأصل مصر وتاريخ مصر يجب أنه يكون دلوقتي هو في أفضل حالاته ومش بيعاني وده الوضع اللي لازم لكلنا نشتغل على تغييره وأعتقد أن الدولة والحكومة في خطتها المعنية بنهضة واستدامة وتطور ملف الزراعة كل وضع الفلاح في مقدمة أولوياتها لأن الفلاح أول ما يربح ويرزق وتقبر معاه باقية المنظومة كلها هتتضيبت يا دكتور سايد تماما متفق مع حضريتك تماما أنا بشكرك شكرا جزيلا ومرة تانية بهنيك وبهني كل فلاحين مصر ومزارعين مصر الناس المحترمة الشقيانة اللي دي هتتلفف حرير كل سنة وانتو طيبين والسنة الجاية بإذن الله بإذن الله وإحنا بنحتفل بعيد الفلاح هيكون الفلاح بإذن الله بيحتفل بجد لأن وضعه اتحسن بجد إن شاء الله طيب النهاردة الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة افتتح جامعة بدية وأنا هنا بتوقف قدام هذا الافتتاح لإشارة مهمة هي الإشارة إنه إحنا في حاجة مختلفة بتحصل في التعليم العالي في مصر التعليم مش هقدر أقوله التعليم مش عالي التعليم اللي هو مادون العالي اللي هو التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم قبل الجامعي التعليم بيتطور شوية بشوية والوزير الجديد عنده بعض الأفكار زي ما أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات كان عنده بعض الأفكار خارج الصندوق وبيبتدي يطبقها صحيح بيلاقي هجوم وبيلاقي عاصفة من مفيا أصحاب المصالح لكن أنا متأكد إنها حتيجي وحتمشي حتمشي حتعدي إن شاء الله لكن الملف اللي فيه تطوير حقيقي وفيه حاجة إيجابية جدا بتحصل هو ملف التعليم الجامعي وأنا فاكر كويس قوي الرئيس السيسي من كام سنة لما طلع في أحد المؤتمرات أو أحد الأحداث المهمة وقال كده قال إحنا لن نسمح بجامعة جديدة في مصر إلا لما تكون جامعة مطابقة لأعلى المواصفات وتكون منافسة للأكواد العالمية بتاعت أهم الجامعات العالمية إحنا مش عايزين نفتح كم وخلاص مش عايزين نفتح عدد وخلاص مش عايزين نفتح جامعات والسلام إحنا عايزين كايفية قبل الكم عايزين كواليتي وجودة ونوعية قبل الكم عشان كده بقول لكم في حاجة حلوة بتحصل على مستوى التعليم الجامعي سواء من حيط البنية التحتية والمقارات والمنشآت أو كمان النوعية لأن أنا عجبني قوي إن الكليات والجامعات الجديدة اللي بتفتح آخر سنتين كلها ماشية في سكة اللي أنا قلبتكم فيها من فترة وعملتوا فيها زغطة كبيرة وهي فكرة المجالات التكنولوجية الحديثة تطبيقات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والاتصالات واللي هو أنا بعلم الناس كيف يكون لهم مكان في عالم المستقبل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل التقرير اللي تابعناه للتو عن استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيدينا انتباعات مهمة وعنوين رئيسية العنوان الأول بعيدا عن مجمل الاجتماع وتطورات الأحداث اللي موجودة في المنطقة العنوان الأول هو الملف الأكثر نجاحا الملف الأكثر نجاحا للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة هو ملف العلاقات الخارجية والسياسات الدولية أعتقد أن أي منصف أي عاقل أي متدبر حيتأكد أن النجاحات اللي عملتها الدولة المصرية وعلى رأسها طبعا القيادة السياسية ممثلة فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه كل أجهزة الدولة سواء جهزة الأمن القومي المخابرات العامة وزارة الخارجية كل المؤسسات المعنية في الدولة نجحت نجاحا باهرا في هذا الملف إن احنا مش بس نعيد علاقاتنا مع المجتمع الدولي لا ده احنا كمان نرتقي بهذه العلاقات بشكل محترم وندي وفيه تكافؤ إلى أعلى مستوات التعاون والاحترام والتنسيق المشترك وده ملف أعتقد أنه الدولة المصرية تحصل فيه وتستحق على نوط الابتياز مع مرتبة الشرف والدليل هو قدرة مصر الآن على فتح الحوار والتنسيق والتعاون مع كل دول العالم على اختلاف الجبهات واختلاف الايدولوجيات واختلاف الميول واختلاف المصالح في زمن تشتعل فيه الأزمات بسبب اختلاف وجهات النظر واختلاف المصالح ولعل الدليل على أن أقول لحضراتكم الشهادة اللي قالها النهاردة بوريل الممثل الأعلى للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لما قال أن احنا بنعتبر مصر ركيزة أساسية نتعامل معها كاتحاد أوروبي من أجل حفظ الأمن في إقليم ومنطقة الشرق الأوسط وأن احنا حريصين الاتحاد الأوروبي هو الحريص على التشاور بصفة دورية ومنتظمة مع الدولة المصرية حتى نستطيع أن نصل إلى تقارب في وجهات النظر ونستطيع العمل على ملفات السلم والأمن الدوليين في الملفات المختلفة أعتقد أن هذا الملف فعلا ملف إيجابي تستفيد منه الدولة المصرية الآن لأن كلما كانت علاقاتك متوازنة وقوية مع الجميع نلت احترام من الجميع على مستوى كمان العلاقات الدولية وعلاقات الصدقة والأخوة قلت الحضر لكم مبارح أنه كان فيه زيارة مهمة لسموه معالي وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة إلى مصر واستقبله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري وجرت مباحثات كثيرة حول التعامل الأمني في مجال الجريمة الإلكترونية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة إلى كمان مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني عالي المستوى بين مصر والسعودية والنهاردة انتهت زيارة المسؤول السعودي الكبير وكان في وداعه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق متمنيا له كل التوفيق وكل السلامة ونبني على هذه الاتفاقات وهذا التعاون والتنسيق اللي تم في هذه الزيارة مرحلة أكثر رحابة في العلاقات الأمنية والعلاقات بصفة عامة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة طيب ما عنديش حاجة أقولها لكم إلا أهلا بكم في دنيا عجائب كرة القدم الأفريقية هتقولولي هي اسمها دنيا كرة القدم الأفريقية أقول لكم طبعا لأن دنيا كرة القدم في أفريقيا دنيا وكرة القدم في العالم كله دنيا تانية دنيا تانية تحس تحس أن العالم كله بيلعب لعبة وإحنا في أفريقيا بنلعب حاجة تانية نسميها بقى حجلة نسميها حكشة نسميها نسموها اللي تسموها تعالوا اخترار حمد بالجنزمين اللي انتوا عاوزين لكن ملاش علاقة بكرة القدم وكواعد كرة القدم ونظام كرة القدم وسلاسة كرة القدم كل حاجة اللي حصلة برة ونتفرج عليها وبننبهر نيجي هنا ونكتشف أن السهل برة صعب أو عندنا صعب أو عندنا والمثال الأخير ما هو حادث الآن في أزمة مباراة مصر وبوتسوانا التي كان مقرر أن تقام غدا الساعة 4 عصرا ايه المشكلة؟ المشكلة بسيطة ان منتخب بوتسوانا صاحب الأرض مش موجود في بوتسوانا هتقولولي انت اقولك والله ابدا ان هو دا الحقيقة منتخب بوتسوانا مش موجود في بوتسوانا مين موجود في بوتسوانا؟ منتخب مصر شفتوا الحلاوة؟ شفتوا منتخب مصر موجود في بوتسوانا والحكام الموجودين في بوتسوانا والدنيا كلها موجودة في بوتسوانا إلا منتخب بوتسوانا مش موجود في بوتسوانا فين بقى منتخب بوتسوانا لسه في موريتانيا بيعمل ايه في موريتانيا اصل الطيارة اللي خدت منتخب بوتسوانا عشان يلعب مباراة موريتانيا في موريتانيا من 3 ايام ثابتهم ورجعت اختلفوا مع الشركة الراعية اللي دفعت عمل الطيارة فالشركة هيتلهم هاتوا الطيارة ومنش دعوا بالمنتخب قوم ايه قوم ان منتخب بوتسوانا لسه قاعد في موريتانيا لحد دلوقتي والمطش بيننا وبينهم بكرة في بوتسوانا الساعة 4 العصر ام منتخب بوتسوانا يبعد فاكس عاجل الاتحاد الافريقي يقول له الحقني يا اتحاد افريقي انا لسه معلق في موريتانيا مش عارف هرجع بوتسوانا واخيرا الحكومة في بوتسوانا قررت انها توفر لنا طيارة هترجعنا بس هنوصل بوتسوانا بكرة 3 يوم المطش الساعة 9 الصبح اللي هو قبل المطش ب 6 ساعات فمش هنلحى نروح نغير وناخد دوش وبتاع ونطلع على الملعب فعايزينك نتأجلك للمطش يوم قوم الاتحاد الافريقي يرد عليهم ويقول لهم مش هقدر أجلكو يوم لان الاجندة الدولية اخرها بكرة فمش هينفع نلعب مطش بعد انتهي الاجندة الدولية قوم اتحاد بوتسوانا يقول لك انا مش هلحى اروح ولا اللعيبة هترجع مجهدة وبتاع وفي تكافؤ الفرص والرحمة والعدل وبتاع قوم ده كل ده منتخب مصر قاعد هناك في بوتسوانا وبيتفرج قوم لاتحاد الافريقي يرد ويطلع قرار النهاردة من كم ساعة انه تعاطفا مع الموقف اللي حاصل لمنتخب بوتسوانا فاتحاد الافريقي قرر انه يأجل المطش 5 ساعات فحيقام بكرة في بوتسوانا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة خلصت القصة على كده لا ما خلصتش اتحاد البوتسواني قال لا خلاص متشكري او الخمس ساعات دول برضو ايه نعرف نعمل فيهم اي حاجة يقوم بقى حد البصر للكرة القدم اللي لا دقة له ولا جمل في هذه المشكلة قم طلع بقان من شوية للمركز الاعلامي بتاعنا فتاع الاتحاد الكرة المبجل وقال لك نحن نرفض تأجيل المباراة 5 ساعات ليه عم الحاجة ترفض تأجيل المباراة 5 ساعات قال لك عشان لعبتنا المحترفين مرتبطين برحلات طيران وموعيد سفر يرجعوا بيها الاندياتهم في اوروبا مش هينفع نتأجل معاها لان هما يطلعوا من المطار من الملعب بكرة الظهرية على المطار على طول على الطيرات بس خلاص فاحنا في اتحاد الكرة المصري دلوقتي بيستنين رد الاتحاد الافريقي انه حيسمع كلامنا ويرجع المطش اربعة عصرا فبحيس ان لعبت بوتسولا تنزل من المطار على الاستان على طول ولا حيصر على موقف ويقولك ما ليش دعوة طالما لسه في يوم الاجندة الدولية انالعب اي وقت وحيخلي المطش تسعة مساء بكرة في كل الاحوال في كل الاحوال اهلا بكم الى دنيا عجائب كرة القدم في افريقيا السمراء بيحصل اللي ما بنشوفوش بيحصل في اي دولة في العالم حاجة بجد غريبة اوه بس انا في الليلة دي كلها ايا كان بقى اللي حيحصل انا مش عالف العدل الوقت المطش هتلعب امتى بس مش قضيتي انا قضيتي من الاول اللي هو ليه يا بوتسوانا يا دولة يا صديقة يا شقيقة طالما احنا نعرف نلعب الساعة التسعة مساء ده معناها ان فيه اضواء ليه المطش كانت ثلاثة العصر في الصيف ودرجة الحرارة مية واربعين ليه انه برضو يعني ما هي الدنيا هاخده عطا وكما تدين تدان يعني انا كنت فاهم الاول انه مفيش اضواء كاشفة في بوتسوانا فخلاص نازم نلعب النهار لكن طالما فيه اهو اضواء كاشفة والمطش ممكن يتلعب الساعة تسعة بالليل زي ما قرر الاتحاد الافريقي طب ليه من الاول احنا محددين وزنقين نفسنا وزنقين نفسوكو فمطش اللعبة تفرهت فيه الساعة ثلاثة العصر والأربعة العصر ليه يقوم يا شائز سميع العليم ان الطالة تتأخر والشركة تسيبكو طب وش عايف كذا ف طب بكم من الاول بقول لكم اهلا بكم في افريقيا يا سادة كرة القدم في افريقيا كرة العجائب والطرائف وواحدة من العجائب والطرائف السريعة كده برضو ما هو حادث الان في قصة اللاعب موبينزا اللي هو المفروض مش عارف اقول نادي الزمالك تعاقد معا ولا ما تعاقدش ومش عارف اقول بقى على دين ما تنادي الزمالك ولا لا يعني في حاجات كده انت خانت مش قادر تقول يعني مش قادر اقول لكم جملة عشان ما تتمسكش علي لانه الحقيقة معرفش انا عمري ما شفت في حياتي عمري ما شفت في حياتي اول مرة ان البطاقة الدولية تيجي واللعب لسه مجاش جديدة لانج جديدة لانج بقول لكم اهلا بكم في افريقيا يعني طول عمر اعرف ان اللاعب بيجي وبيخطع للكشف الطبي وبيتقال تمام وبيتعاقد معا نادي الاهلي او الزمالك او اي حد وبعدين بنورسل البطاقة الدولية اللي تيجي بعد يومين ثلاثة اربعة وفيش مشكلة اما ان البطاقة الدولية تيجي واللعب هو اللي لسه مجاش وما خضعش الكشف طبي وما وضعش عقود هدي لغريبة او 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 يا كمال ثم يقال ان اللاعب خلاص كان في المطار وجاي قوم ايه ام حد بعت له ملف في المشاكل المالية بتاعت نادي الزمالك وبعت له صور من العقود والمستحقات المتأخرة بتاعت اللعيبة ووقف القيد اللي كان في نادي الزمالك ومش عارف كذا فبعته المبنزة فببنزة شافه فقلق فمجاش ايه ده ايه ده الحقيقة اللي عمل كده يعني ربنا يسمحوا انتو عارفين الرغم ان انا اهلاوي بس في النهاية لا يصح الا الصحيح ما هو سمعة تادي الزمالك من سمعة مصر وسمعة تادي الزمالك من سمعة كرة القدم المصرية والوضع في مصر فحتى لأي سبب بالاسباب انت عايز تعمل كده ما ينفعش تشوه سمعة مصر كده ولا سمعة واحد من الاندية الكبيرة في مصر وفي افريقيا علشان تبوى صفقة او تجيب صفقة او تعمل كده الله هو اعلم من اللي عمل كده بس الحقيقة انه مشهد موسيق لنا كلنا مش انا مش مبسوط بيه انا مش مبسوط بيه بالعكس رغم اهلاويتي فانا نفسي لاد الزمالك يتقوى باحسن اللاعبين سواء المصريين او الاجانب عشان يفضل طول الوقت فارس من فوارس الكرة المصرية المهمين ينافس الاهلي على البطولات المحلية بقوة وكمان يرفع رأسنا في افريقيا بقوة لكن فكرة اننا قسر وشوه وعلايا وعلى اعدائي فكرة الحقيقة مش لائقة وما رهاش علاقة بشرف المنافسة الرياضية ولا بالاخلاق بتاعة الروح الرياضية اللهم بلغت اللهم فشهد تقرير الاخباري منه للفاصل وبعد الفاصل حوار السياسي مع الأستاذ دكتور عبدالحليم عنديل اهلا وسهلا بحضراتكم الفقرة الاسبوعية ثابتة قراءة في المشهد السياسي مع المفكر الكبير الأستاذ دكتور عبدالحليم عنديل مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك طيب حليم نحن في ليلة المنظرة الثانية جدا تقام المنظرة الثانية سعيد هي صحيحة الثانية بس هيا الولى ما تسألنيش ازاي هي الثانية لانها في سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية هذا العام هي ترتبها الثاني لكن هي الاولى لان الاولى حصلت ما بين بايدن وترامب اما الثانية غدا فستقام للمرة الاولى بين ترامب وكمالا هاريس اللي وقع اختيار الحزب الديمقراطي عليها لتخلف بايدن في سباق الترشح للبيت الابيض وكتير من المراقبين مش بس في امريكا في العالم كله بيعولوا على مناظرة الغد لتكون شبه حاسمة في ترجيح كافة احد المرشحين بالاضافة كمان الى انها تكون مناظرة كاشفة لانه هذه المرة الاولى التي يواجه فيها بايدن كاملة هاريس هل هيفضل اغذي ترامب هيفضل ترامب بالحالة الترامبية ولا هيغير التكتيك والاستراتيجية مع الانثى والمرأة قصة يعني محتاجة تشويق وغموض لحد بكرة طبعا في تشويق وغموض خاصة ان استطلاعات الرأي تظهر تقريبا تعادل الترفيين صحيح وحتى في الولايات المتأرجحة او المرجحة الحقيقة خاصة في المجمع الانتخابي طبعا معروف ان المجمع الانتخابي فيه 540 مندوبا لابد للمرشح للفوز ان يحصل على الرقم الذهبي صحيح اللي هو 270 مندوبا وطبعا فيه انتخابات قبلها ليست بذات القيمة او نتائج قبلها ليست بذات القيمة هي نتائج التصويت الشعبي صح وطبعا التنقل بين التصويتين حدث مرات عديدة في الانتخابات الامريكية طبعا هذه المناظرة الثانية وافترض ان تكون هناك مناظرة ثالثة قبل الدخول ويشار الى شهر اكتوبر باعتباره ما يسمونه في الولايات المتحدة كلاسيكيا بمفاجأة اكتوبر كأن تحدث تطورات معينة لأحد المرشحين انا كان تقديري ولا يزال انه من حيث التصويت الشعبي كمالة هارس ستفوز لكن السؤال تصويت المندوبين في المجمع الانتخابي هو الحاسم اتنين هنا مش بالضرورة لياخد اعلى اصوات هو ليفوز حصل هلال كونتر حصلت على اصوات اعلى من ترامب في 2016 وفاز ترامب صح ونذكر كلنا قصة شهيرة حول فلوريدا تصويت فلوريدا صح في انتخابات جورج بوش الابن مصبوط ظلت النتائج معلقة حتى حسمة فلوريدا بالتصويت بالفارز اليدوي نعم القصة ببساطة احنا اذا تشويق اضافي في رحلة الانتخابات الامريكية طبعا ترامب بحسب ما اوزيع او بحسب ما نشر من اخبار ترامب قال انه ليس محتاجا الى التدريب او التحضير على المناظر قيل ايضا انه كامالة هاريس تجري تحضيرات او تجري له حملتها تحضيرات على المناظر طبعا انا لا اتصور انا ترامب سوف يخرج عن عادته اللي هي فكرة استخدام سلاح التجريح الشخصي طبعا كما يبدو ظاهرا في حملاته الانتخابية او في خطاباته الانتخابية من نوع الطعن وهذه طعون لا تلقى نفس الصدى في الثقافة الامريكية كما تلقاها عندنا من حيث انه قال انه كامالهاريس ادت خدمات جنسية لمسؤولين لكي تترقى في السلم يعني واشياء من هذا القبيل لا واستقبل ترشحها وقال لك كيف يرشحون هذه البلهاء من قصين هذه البلهاء تعاليقا على طريق ضحكتها وهي انزلقت ايضا الى مبادلته سبا بسبب حيث درجت على وصفه بالعجوز الاهبل او الاشياء من هذا القبيل هو هنا الدكتور عبد حليم بيقول انها مختلفة في ثقافتنا لان احنا عندنا اخلاق العرب اللي هو فيها الخصومة والمنافسة كمان بشرف لكن الثقافة الغربية قائمة على ان الكلام ده الله ده برافو علي ان هو اضافة لتأثير تهم معينة او اتهامات معينة يعني فهو شائع عنه اتهامات بالتحرش الجنسي وفي قضية طبعا منظورة تمام ودينة فيها اكتر من مرة فهو يريد يعني ان يكتذبها الى نفس الدائرة مستخدما فكرة انها امرأة المسألة الاخرى انه ليه تصويت الشعبي ممكن يكون في صالح كمان هاريس لانه الحقيقة هي تركز في خطابها الانتخابي على فكرة اعادة انعاش الطبقة الوسطى ايه والمشروعات الصغيرة وحصل جدال بين هاريس و ترامب حول البقشيش في المطاعم الامريكية هل يتلقى عنه ضرائب ان لا تتلقى عنه ضرائب طبعا بعضنا يتصور ان البقشيش ده عادة مصرية او عادة يعني هو الحقيقة تضح انه عادة عالمية صحيح الى درجة فرض ضرائب على البقشيش لا اشخد بالحركة في بعض الدول في الغرب البقشيش مش اختياري اه يعني احنا عندنا هنا اختياري طبعا الحلاء لو ما زبط لكش كذا تسيبه تمشي صحيح لكن مرة بيتكتب في الفاتورة التبس وبتبقى تقريبا من تمانية لعشرة في المية من اجمال الفاتورة المهم ان هما تنفسك في فكرة اه 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 رفع ضرائب يعني مش رفع انهاء ضرائب على البقشيش وهو قال لها دي فكرتي وهي يعني وهكذا دارة جدال حول هي فكرة مين او اشياء من هذا القبيل بصفة عامة الحزب الجمهوري وترامب بالذات تعتبره يمين اليمين يمين الحزب الجمهوري ايه متحيز للاسرياء بينما هي تحاول استخدام هذه النقطة باعتبارها متحيزة للشعب الامريكي بالطبقة الوسطى وبالطبقة الوسطى بالذات طب هل هو الصراع كمان يا دكتور عبد حليم مبين انحياز ترامب لفكرة العرق الابيض وانحياز كاملة للفئات المهمشة والالوان فكرة التنوع في التكوين الامريكي اصبحت اه ظاهرة يعني خاصة في العشريات الاخيرة يعني اه فكرة احتكار او ان احنا في بلد غالب من البيض فكرة بتتآكل يعني لا ذال البيض او من اصول بيضاء الى الان اه يتجاوزون الخمسين في المية لكن النسبة قلت صح وهذا استفز دوائر من البيض او اللي بيسموهم الواسط اللي هما الوايت انجلوس هكسون بروتستست بروتستست اللي هما هو بيستغل فكرة العرقية بصورة واضحة جدا وطبعا اثار جدلا لا معنى له حوالين انها قالت انها من اصول هندية وبعدين بتدعي انها من اصول افراقية وهي طبعا من اصول هندية او افراقية معا يعني فالاب هندي والام من جامايكا يعني ده طبع افراق فالفكرة هنا طبعا ده احد محاور الصدام في المجتمع الامريكي منذ فترة وهي ظاهرة يغالي فيها ترامب الى درجة انه وصف نفسه ذات مرة تعليقا على مقال نشل تحية لكمالا هاريس تحدثت فيه الكاتبة يعني عن جمالها وجمال ضحكتها حتى بوتن تحدث عن جمال ضحكتها بالمناسبة علق على هذا المقال بانه قال انا اجمل من كمالا هاريس يعني الحقيقة فانا لا اتصور انه في المناظرة سوف يتخلى ترامب عن سلاحه الذي يتصوره بطار اللي هو لسانو اللي هو التجريح الشخصي إلى أبعد مدى هل ستقابل هي هذا التجريح الشخصي بتجريح شخصي مقابل في دلائل على أنها قد تستخدم عنصر التجريح الشخصي لأنها ترفع شعار أنه ترامب يعبر عن الماضي بينما هي قادمة إلى المستقبل هو طبعا ينافذ هذا الشعار أو ينتقده معيار أن أنت كنت جزء من إدارة بايدن ومسؤولة وأن أنت بتقولي كنت هترفع الدرايب عند البقشيش ما رفعتاش لي أن أنت كنت نائبة رئيس كنت بتقولي أن أنت هتضبطي الهجرة والحدود مع المكسيك ما ضبطتهش بي أن أنت كنت نائبة الرئيس وكذا طب أنا عايز أرجع بيك بس لإشارتي هنا دكتور عبدالعليم لفكرة عبد ترامب وميله وانحيازه لفكرة العرق الأبيض وهارس وعملها أو انحيازها ودعمها للملونين اللي من أصول غير أمريكية صرفة رغم أنه مفيش حاجة يسمعها أصول أمريكية لأن أمريكا نفسها مش مع الصلاة مفيش أصول أمريكية دولة هجرة لكن هو دا مش بيعد الأذهان فكرة التفرقة العنصرية والبيد والسود وكذا أطبعا دا قصة صعبة جدا مفروض أمريكا نفسها تنقى عن هذا الماضي لا هي لا تنقى عن هذا الماضي هي نقت رسميا عن هذا الماضي وكان آخر ضحايا طلب المساواة هو مارتن لوثر كينغ صح وطبعا قص مارتن لوثر قتل أو تيل وجاء جونسون وأصدر قوانين مساواة في الحقوق المدنية رسميا بس اللي في القلب في القلب بمعنى أن السلوك ظل مختلفا عن قوانين المساواة يعني على سبيل المثال أشياء شكلية من نوع منع تسميت دول أصول الأفريقية بنيجرز الزنود ونتقال عليهم أفرو أمريكانز وكذا صح أشياء شكلية شكلية لكن لا يذال إلى الآن هذا التمييز قائما ونحن نذكر حوادث فلويد وغيره من طريق التعامل الشرطة البيضاء مع السود وإلى آخره لا يذال هذا الأمر قائما والنظريات التفوق العرقي لا ذال لها أنصار يعني يستندون إلى نظريات بيولوجية من نوع حجم مخ الأسود وحجم مخ الأبيض وحجم مخ راجل حتى شو بتعفوز أوباما بالانتخابات الرئيسية كانوا بيقدموا بيقولك بصوا الأعجوبة يعني مش تم بياخدوش أمر عادي يعني أبيض أسود أحمر فهي أوباما أنسى يعني يتتقدم إلى هذه الانتخابات باعتبارها أوباما نسائي هل هي قادرة أنا أعتقد أنها سوف تبدي في المناظرة حيوية أكبر طبعا من بايدن إن بايدن كان فريسة سهلة بالنسبة لترام والمناظرة الأولية هي اللي خلصت عليه والمناظرة الأولية التي عجلت من معاونيه وأنصاره بطلب خروجه من السباق إلى أن خضع وطبعا الحماس الموجود اللي يمطوي على دلالة إن فيه تصويت شعبي راجح في الغالب لصالح كمالة هارس الفروق الهائلة فيه التبرعات وليست كل التبرعات من أثرياء فيه تبرعات شعبية يعني صح فتقريبا هي منذ استقر الحزب الديمقراطي على ترشحها عرفيا قبل استقرار رسمي في المؤتمر الحزب الديمقراطي حصلت على تبرعات تساوي الضعف ما حصل عليه ترامب من داخل تبدو هذه لأول مرة مفرقة إن زي موظفة كان آخر المشتور اللي ارتفعت إليه وظيفية المدعم في إحدى الولايات وترامب اللي هو ميرلاردير وهي تستغل هذه النقطة ترامب يعمل لصالحه الشخصي ولصالح أشدقائه من طب خلينا نستبق المنظرة كده ولو حضرتك كبير مستشاري هارس لو بماذا تنصحها اليوم إنها تجاري ترامب في التجريح والكسب والقذف عشان تثبت له إنها ند وقوية ولن تهزم كما هزم بايدن في هذا الملعب ولا تلجأ إلى فكرة الموضوعية علشان تبين الزيف والحالة الترامبية اللي هي فيها هيزة كتير لكن دون محتوى أتصور أنها ستفعل مزيجاً الموضوعية والتحرش اللفظي أعتقد أنها ستفعل مزيجاً من الاثنين لأنه هذا هو اختبار كبير بالنسبة لها يقدمها على أوسع نتاقب وطبعاً ترامب نفسه سعى إلى أن تجري المناظرة في فوكسي نيوز القاناة المؤيدة تقليدياً وبنستقر على الأي بي سي وبعدين سمها الأي بي سي فيك نيوز يعني من الأول يعني يعني ففي شروط المناظرة كشروط المناظرة الأولى إن فيه غلق الميكروفونات بعد الدقيقتين لكل واحد وكذا طبعاً هو تدرر من غلق الميكروفونات لأنه يريد أن يعمل شوشرة ومؤطعة صحيح وبرتجة وكذا إنما هذه هي الشروط أنا أعتقد أنها ستجري مزيجاً من الاثنين وأنه استطلاعات الرأي عقب المناظرة الثانية سوف ترجح كفتها في استطلاعات الرأي ليه بقى إحنا بنتكلم عزيزي المشاهدين على انتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل موسع شوية مش حباً في أمريكا إطلاقاً يعني لكن هو استقراءاً للواقع لأنه خيوط الأحداث كلها تتراقى في البيت الأبيض سواء بشكل إيجابي أو سلبي بس في حالة كمان عايزة أسأل الدكتور عبد الحليم عنها دلوقتي أنه كلما اقتربنا من نوفمبر اللي هو موعد إجراء الانتخابات الرسمية في أمريكا تحس أنه الملفات حتى اللي كانت سخنة ويومية سواء ميدانين أو سياسياً حد يا استفحاليم كده داس على زرار بوز بوز يعني ثبت الأوضاع انتظراً لنوفمبر حتى فيما يتعلق بالملف الروسي الأوكراني والعالم والكلام عن روسيا والكلام عن العقوبات والكلام عن الضبط والكلام عن أوكرانيا مش عارف إيه فيما يتعلق حتى بموضوع الهدنة وإسرائيل وبتاع الكلام خف ويبدو أنه قال لك خلاص بقى أسقط في يدنا حنستنى النوفمبر لعد ما نشوف الحاكم الجديد في الميت الأبيض حيقود الأحداث إزاي ففكرة البوز اللي احنا فيها دي فكرة غريبة جداً لا هي ليست فكرة غريبة لأنه معروف إن عامل الانتخابات الأمريكية بيكون الرئيس بيكون عامل بطل عرجاء صح اللي هو الرئيس بيتردد في اتخاذ أي قرار مراعطاً للأوزان الانتخابية والموارد للانتخابات وقراء المؤثرين في هذه الانتخابات طبعاً حاول بايدن حاولت الإدارة الديمقراطية لأنه على نحو ما كمالها رسيا وريطة بايدن طبعاً عنفرص كمال هارس أو مرشحة الأعزب الدموقراطي في الانتخابات لأنه كما قلت فيه من ست من ست إلى سبع ولايات اللي يسمونها الولايات المتأرجحة التي لا تصوت دائماً يعني فيه ولاد تصوت دائماً لصالح الديمقراطيي Option ووليات تصوت دائماً لصالح الجمهورية الولايات المتأرجحة هي تلك الولايات التي يمكن أن تحدس فيها مفاجآت والمفاجآت يمكن أن تحدث على عدد قليل جدا من الأصوات لأنه كل ولاية لا عدد من المندوبين إذا أنت حصلت على 50% زائد واحد في ولاية معينة بتحصل على أصوات كل مندوب الولايات بتحصل على 100% من أصوات مندوب الولايات وهذا هو سر التفاوت بين الولايات وكمان كل ولاية لها وزن نسبي غير الولايات التالية وكل ولاية لها وزن نسبي وفي ولايات صغيرة طبعا مؤسرة يعني كما حدث في جورجيا مثلا في الانتخابات الماضية فاز بها بايدن بفارق 10 ألاف صوت وطبعا واحدة من الأضايا التي أثيرت ضد ترامب فيما بعد نتصل بحاكم جورجيا الجمهوري لكي يضيف له أصواتا يعني تعالج هذه الثغرة المحدودة كي لذلك يعني أنه ضغط عليه فمن ضمن هذه الولايات هذه الولايات بثغرات معينة فيها كانت هي النقطة التي زحفت منها الخضير الفلسطينية إلى المشهد الأمام في الانتخابات الأمريكية صحيح يعني ليه؟ لأنه العرب الأمريكيين أو الأمريكيون من أصول عربية ومسلمة عموما نعم يتركزون بصور مختلفة في بعض هذه الولايات زي ميتشيجن مثلا وأنه أصوات هؤلاء العرب الأمريكيين المؤثر منها حوالي 700 ألف صوت ومن ثم فإنه الطرف الديمقراطي كان يريد أن يحصل على أصوات العرب الأمريكيين لكي يؤكد الفوز في عدد من الولايات المترجعة وهذا هو السبب في السعي إلى وقف إطلاق نار ما أو الصفقة أو معرف بالصفقة عبر مراحل جرت على شهور متعددة منذ مايو الماضي حتى تاريخه طبعا في الفترة الأخيرة رحظنا أن الدعاء الأمريكية كانت تبدو متفائلة جدا الاتفاق هذا الاتفاق انتهى إلى آخره في الأيام الأخيرة زبل هذا التفاقل ليه؟ لأنه المرشح الديمقراطي وهي هنا كمالة هاريس موزعة أو زائغة البصر بين شيئين بين الرغبة في الحصول على أصوات مؤيدة للفلسطينيين وبين الرغبة الدائمة الأبقى في الحصول على الأصوات اليهودية أو المؤثر عليها يهودية فهي دي النقطة الحرجة التي تجعل صانع القرار الأمريكي في حالة شلل تام وهي التي أفرزت يعني طبعا لأنه نيتانياهو يفهم جيدا البيئة الأمريكية صحيح لأن أبوه أشلا والده رح أمريكا وهو ولد هناك يعني وهو دائما ما يفتخر وازهوا على زملائه بأنه يوجد اللغة الإنجليزية إجادة تهمة بينما أنتم لا تعرفونها وكذا وهو طول فترة الحرب الإبادة الجماعية تحدث بالإنجليزية أكثر مما تحدث بالعبرية وتحدث للصحافة الأمريكية والإعلام الأمريكي بأكثر مما تحدث للإعلام الإسرائيلي نفسه نعم ثم طبعا كانت الزروة في السيرك القومي الذي جرى فيه أمام الكونجرس والتعدد للتصفقات تسريف كل 40 ثانية فهنا هذا هو السبب الذي دفعني كما قلت من قبل لأنه في لحظة معينة حارجة أصبح سيد البيتين نتانياهو نتانياهو في اللحظة بل أن نفوزه على السياسة الأمريكية في هذه اللحظة أكثر تدخما من نفوزه على السياسة الإنجليزية وهل هنا تعتقد أنه ده نجاح لنتانياهو أنه أبقى الوضع على ما هو عليه وصولا وانتظرا للانتخابات هو ينتظر بالطبع فوز ترامب آه وكثيرون ينتظرون فوز ترامب سواء صرحوا أم لم يصرحوا من كثيرون خاصة في المنطقة العربية تمام للمفارقة يعني آه لغم أن ترامب موقفه واضح جدا تمام موقفه واضح أولا سابق واضح في صفقة القرن أو مع صفقة ترامب أو اتفاقات إبراهام أو كذا أو كذا خالي وموقفه واضح الآن إذ أنه واحدا من اتهاماته الأساسية لكمالة هارس التي يروج لها بصيغة شعبوية تامة أنها معادية اليهود أنها تكره إسرائيل يعني طبعا دي تهم مدمرة ناسفة في الولايات المتحدة الأمريكية لأن أنت بتتكلم عن قدس الأقدس أو البقرة المقدسة إزاي يعني فروا وهي بالمقابل أخذت موقفة دفاعيا أكدت على طب خلينا أسألك سؤال هي أولوية الأمن إسرائيل بس نريد طيب مهم للمشاهد العربي بصفة عامة دون الدخول فيه انتماءات أو كذا هو مين الأحسن في التعامل حضرك أنت كده لو سياسي أو مسؤول أو صنع قرار في مفالغ الدول العربية أو في الاتحاد الأوروبي أنهي حد تتعامل معه أحسن حد زي ترامب ربما بكل ما فيه بس على الألو واضح يعني بيقولك أنا عايز كذا وكذا ووشه مكشوف زي ما بيقوله قالك أنا عامل دي أخد الجيني اللي في جيبك أو هعمل كذا ولا حد زي أوباما اللي هو يقولك السلام عليكم ويجي ينشي للجيني من ناحية التانية يعني شوف هو طبعا وجهة نظرك صحيح الديمقراطيون فيما يخصونا مرؤون منافقون يقولون ما لا يفعلون هذا صحيح كما يقولون ما لا يفعلون في أصعيدة متعددة يعني كلام عن القيم الأمريكية كلام عن التنوع كلام عن المسواة كلام عن السلام إلى آخره فيه تجربة طويلة بتقول كده لكن كمان فيه تجربة طويلة مع الديمقراطيين يعني كارتر مثلا حين يصدق أحدهم بيبقى أفضل عندي مثالان مثال أول كينيدي أيام جمال عبد الناصر والخطبات المتبادلة بين جون كينيدي وجمال عبد الناصر حول القضية الفلسطينية كاي أكثر رئيس أمريكي أبدى تفهما للقضية الفلسطينية في هذه المرسلات في كارتر أيضا الذي أشرف على بصرف النظر عن معهدة السلام المرسل الإسرائيلية وجونب النقص فيها هو أيضا قام بدور كبير فيه بالمقابل لم يصنع رئيسا جمهوريا شيئا محسوسا في تاريخ القضية الفلسطينية صح لكنهم قالوا بالعكس كمان ترامب هو اللي وافع على نقل السفرة الأمريكية قالوا وطبعا ترامب أشرح فمحصلة هذا الكلام إن قد يكون في وجهة نظري ترامب أفيد شعبيا أفيد شعبيا لوعي الشعوب العربية تمام ليه؟ لأنه بجيب من الآخر أنا مش هقول لكم هعمل سلام ولا في حاجة اسمها فلسطينيين ولا حاجة في حاجة اسمها إسرائيل وأنا عاوز أوسع إسرائيل حلو أوسحها على حساب مين بقى اللي عجبكم تاخد كل فلسطين أو تاخد فلسطين والغردن أو ترجع تاريخ سينا أنا وش مكشوف فالوش المكشوف أقل فاعلية في تطبيب وعي الشعبي صح لأنه صريح صح جاب من الآخر وهو حتى لما طرح ما يسميه صفقة ترامب أو صفقة القرن تحرجت حتى الأنظمة العربية من التعامل معه وكانت صديقة له ورفضتها وتحرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبلها فهنا لا يعني أنه أكثر خطورة هو صرحته الأوضح صرحته التجارية بين القوسات صرحته صرحته كمئاول أفضل في حرق الزمن طويل في التفاهم هم الأمريكان عاوزين إيه هم رعاه ولا طغاه هم صح يعني لا بس صرحته دي محرجة للأنظمة المتعاملة معاه ومحرجة طبعا لهذه الأنظمة جدا في التعامل معه تمام الديمقراطين على العكس الديمقراطين على العكس يقول لك إحنا مع دولة فلسطينية ومعه ومعه لكن ما يعملش حاجة الثابت لدى الطرفين أنهم المعروف أنه إسرائيل قاعدة أمامية وأنهم يبزلون الغالي والنفيس ويقدمون كل أنواع الأسلحة ويقدمون هذا المدد الذي بدى ظاهرا جدا في المنطقة خلال هذه الحرب من تجنيد كل الجيوش الأمريكية للدفاع عن إسرائيل فسيفعله الطرفان لكن صراحة ترامب بتبرز صورة أمريكا القبيحة أكتر إنما ملوعة الديمقراطيين بتضبب هذه الصورة وتجعل هناك فرص لتأويلها طيب أنا عندي دي عمص وعندي سؤال قد يكون مختلفا كل مرة في مثل هذه الأوقات المحاور بيسأل الضيف من تعتقد إنه أفيد لينا ودايما السؤال ده الحقيقة أنا بعتبره سادق جدا سؤال لا أنا هسأله من ناحية التانية الأفيد لينا هو إحنا طبعا إذا صحونا أحسن إذا صحونا عشان كده أنا لا أسأل هذا السؤال إنه في نوع من أنواع العجز طبعا لما أقولك إحنا هنستفيد بمن أكتر معناها إن أنا ما عنديش تقف نفسي قاعد على قاعد على الناصية قاعد على المستقل لا هو السؤال من الأفيد لأمريكا أو من الذي سيعجل بنهاية الإمبراطورية الأمريكية نهاية الإمبراطورية الأمريكية ده أنا ضق في مصطلح في نظري فكرة تفكيك أمريكا وإلى آخره ليست رجحة طبعا فيه أنصار لهذا الفهم حتى منهم الأمريكان مؤرخين الأمريكان زي شلسينجر وغيره غيره حرب أهلية وإلى آخره مفهوم إنما أنا لست من أنصار يعني هذه الفكرة مش لازم النهاية بس أنا أتكلم على الأفول أنا أتكلم على شيء آخر فضل ليس نهاية أمريكا أمريكا ستظل قوة عظمى قوة لكنها ستفقد وصف القوة العظمى بألف ولا متعدد طبعا يعني سوف تنزل عن عرش العالم عسكريا واقتصاديا وذبا زيها زي بائي قوة لكنها سوف تكون قوة بين متعددين طبعا ليست أولهم هذا هو التحول الذي يجري في التكوين الأمريكي وأمارات هذا التحول من أماراته ترامب نفسه يعني أن تصل الحال بالجمهور الأمريكي وبكل أمريكا إلى أن يكون شخصا كهذا رئيسا لأمريكا من أمارات التحول والانتقال إلى التواضع يعني أي كلام سلوك عالم ثالث بفهوم وفي نفس الوقت كان من أمارات هذا التحول اختيار ميل أمريكا للتواضع والنزول عن فكرة التفوق الكل باختيار أوباما يعني كان اختيار وانتخاب أوباما تعبير عن رغبة داخلية في التكوين الأمريكي الجامعي إلى التواضع نحن لسنا بهذه القوة التي نرود بها لأنفسنا وفهوم اقتصادنا يا ترنح قوة أخرى تتقدم إلى المشهد الأمامي ربما إلى العرش كالصين وأخواتها هناك عالم جديد يتخلق لن تكون فيه أمريكا هي الآمر الناهي إذن ترامب هو الأنسب للوضعية الأمريكية حاليا ترامب معبر أكثر عن الوضعية الأمريكية بينما تعبر كامالة هارس عن رغبة في حسن التعامل مع الوضع الذي قالت إليه أمريكا إنما هو يدفع الأمور في اتجاه يعجل بنهاية الانفراد الأمريكي بالقمة الدولية أحسنت شرفتوا نوارة الدخور دايما بنستمتع ونستفيد شكرا جزيلا نلتقي مساء الأسبوع القادم على خير شكرا لحضراتكم هترككم مع الفاصل ومنه إلى الختام وأقول لكم سلام اشتركوا في القناة